هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنا اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها المكان بتعنا النهار ده هو مطعم جاد واخيرا رحت اجيب لكم اسرار الاكلة اللي حرفيا مفيش حد ما طلبهاش مني كلكو كتبتولي عليها في الكومنتات وهي الطعمية المصري الجهزة اللي بنكلها من برة والنهار ده حصريا والاول مرة هتعرفوا كل اسرار وطريقة الطعمية المصري الجهزة من مطعم جاد هتعرفوا مكونات عجينة الطعمية في جاد بالزبط وأسرار طعمية الشارع اللي حيارت الملايين وعمرها ما بتطلع معنا زي برة مهما بنحط عليها إضافات واللي حتى لو عملنا نصحين واشترينا عجينة الطعمية من الراجل وقلنا نقليها في البيت برضو مش بتطلع معنا بنفس النتيجة اهو النهاردة بقى هعرفكم سر العجينة دي الهشة الفلافي بدون إضافة ولا مكون طعمية هشة ومقرمشة بلون دهبي وخطير مش لا يمكن تفرقوها عن الجهزة ده هي دي بالزبط الجهزة اللي بتاكلوها من مطعم جايت بالزبط مع العلم ان سعر قرص الطعمية هناك بقى خمسة جنيه احنا بقى النهاردة وبنص كيلو من الفول هنطلع خمسين قرص طعمية بنفس الشكل والطعم والحج ومن النهاردة انتو مش هتشتروا الطعمية الجهزة من برة تاني أبدا انتو هتعملوها في البيت على طريقة مطعم جايت بالميلي وأي حد هيكلها عندكم مستحيل يصدق انها معمولة في البيت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا وزي ما قلت النهاردة هنعمل نص كيلو من الفول المتشوش فول المتشوش عادي جدا سعيب من اللي بنجيبه من عند العطار وطبعا هنخسله كويس قوي بعد كده هننقعه في المياه لمدة 12 ساعة وبعد ما هننقعه في المياه 12 ساعة حجمه هيتضاعف وهيبقى بالشكل ده وعاوزين بقى صلايا واحدة كبيرة متقطع مكعبات وخمس في سوستوم وهنيجي بقى السر من اهم اسرار طعمية جاد وهو انهم ما بيحطوش ولا نوع خضرة غير كرات وبس لا بقى دونس بقى ولا كسبارة وشبت ولا كل الكلام الغريب اللي بنسمع عنه ده هو كرات وبس والنص كيلو من الفول المتشوش عاوزين 8 ورقات كرات بالزبط متقطعين بالشكل ده مش بيزودوا عن كده عجينة الطعمية في جاد لونها فاتح جدا بصوا يعني يا دوب واخد لون اغدر من بعيد جدا علشان كده بتلاقوا دايما لونها دهبي مظبوط من بره ومن جوه لونها بيكون فاتح وهنحط بقى كل المكونات دي مع بعض وهنخلطها بعد كده هنبدأ نفروم الطعمية بتاعتنا وقدامنا 3 حلول يقيم الكبه زي ما هعمل النهار ده يقيم الخلاط او المفرمة بس مع الكبه والخلاط بنضيف شوية مية كده يعني حوالي 4 كبه تقريبا علشان نسهل حركة العجينة جوه وما توقفش معنا والكمية بتاعتنا دي هنضربها في الكبه على 3 مرات علشان تطلع معنا نعمة ومظبوطة لان دي حاجة من اشهر الحاجات في طعمية جاد بتكون طالعة نعمة جدا وبس كده عجينة الطعمية بتاعتنا خلاص جاهزة وطالعة نعمة جدا بقوام مظبوط بالزبط زي ما احنا عاوزينها وهنيجي بقى مع بعض الالاضافات اللي هنضيفها على الطعمية بتاعتنا علشان تطلع هشة ومقرمشة بالزبط زي ما كلها برا وفي الواقع بقى مفيش ولا اضافة لا خميرة بقى ولا بيكنج بودر ولا كل الكلام العجيب اللي بنسمعه وفي نفس الوقت لو قلينا الطعمية بتاعتنا بالشكل ده برضو مش هتطلع زي الجاهزة تبيطرق السر العجيب اللي دايما مخبيينه وعمر ما حد بيقولنا عليه السر بمنتهى البساطة في المكنة او الكف اللي بيفضل يضرب عجينة الطعمية في المطعم طول الوقت واللي على طول بياخدوا منه العجينة وبيقلوا منها حسب الطلب وبس غير كده بقى بيبقوا سايبين باقي كمية العجينة في المكنة وبتفضل تلف وده طبعا علشان تفضل تدخل هوا جوا العجينة وبالتالي بتطلع معاهم عجينة هشة وفلافي بالزبط عاملة زي الكريم شانتي علشان كده لما بنشتري عجينة الطعمية من المطعم بتحسوا كده ان الكيس خفيف وبالزبط زي ما يكون مليان هوا لكن على ما بنروح بقى الهوا ده بيكون طلع من العجينة وبرده ما بتطلعش معانا زي الجاهزة طب ايه بقى البديل السهل الموجود عندنا في البيت للكف او مكينة الطعمية الموجودة في المطعم البديل بمنتهى البساطة هو مضرب البيت او حتى لو عندنا هند بلندر وهيدونا نفس نتيجة الكف بالزبط او مكينة الطعمية وهنبدأ ندرب في عجينة الطعمية بتاعتنا يعني حوالي 5 دقايق تقريبا وبعد الخمس دقايق دول هتلاقوها زايدت لدها في حجمها بصوا ازاي عاملين زي ما نكون بندرب كريم شانتي مش عجينة طعمية نهائي عمركم شفتوا عجينة طعمية بالقوام ده قبل كده اهو ده بالزبط قوام عجينة الطعمية اللي احنا عاوزين نوصله وهو ده قوام عجينة الطعمية في المطاعم وهنبدأ بقى نجهز التوابل اللي بتتحطه جوه عجينة الطعمية في جيد لما تيجي تتقلي وكل اللي احنا عاوزينه هو ملح وكزبرة نعمة وكزبرة خشنة وهناخد جزء من عجينة الطعمية بتاعتنا وهننزل عليه بالتوابل وهنقلبهم مع بعض كويس قوي بعد كده هنجهز التوابل اللي بتتحطه جاد على وش الطعمية قبل ما تتقلي وعاوزين كزبرة نعمة وسمسمو ابيض وكزبرة خشنة وهنيجي في التصف بتاعتنا على النار وهننزل بزيت غزير ووحنا قدينا مبلولة هنبدأ نشكل قراس الطعمية والقرس اللي بخمسة جنيف جاد بالزبط بيكون قد كف اليد بالشكل ده وهنحطه على الوش بتاعه شوية من التوابل اللي حضرناها وهننزل بقى بيه في الزيت وبصه ازاي عام على الوش من كتر ما هو هش وخفيف هنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة وبصوا اللون الدهبي الخطير المزبوط الطعمية عمرها ما هتطلع معكم غمق اولى لونها بني وبس كده الطعمية الرهيبة بتاعتنا خلاص جاهزة واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو ان انا دوق عوزاكم تتفرجوا على اكتر طعمية مقرمشة وهشة ممكن تاكلوها في حياتكم بلون دهبي وخطير وقلبها لونه فاتح ومزبوط وطبعا اجمل حاجة بتتاكل مع الطعمية في جاد هي العيش الشامي اهو تخيلوا بقى ان القرس الواحد ده بخمسة جنيه واحنا من نص كيلو فول بس طلعنا خمسين قرس جماعة الموضوع ده مشروع لوحده اعملوا مشروع طعمية ومن النهار ده انتو مش هتشتروا الطعمية الجاهزة من برة تاني ابدا انتو هتعملوها في البيت على طريقة مطعم جاد بالميلي واي حد هيكلها عندكم مستحيل يصدق انها معمولة في البيت اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم ولو حبينا روح مطعم معين واجبلكم اسرار اكلة معينة اكتبوا لي في الكومنتات والانتاج هيرجع كل كومنتاتكم وهروحوا في اقرب وقت ممكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات